إذن مشاهدين ظاهرة العنف ضد الزوجات تعد سلوكا مرفوضا داخل المجتمع الكويتي والذي يدعو دوما إلى محاربتها من خلال تبني برامج وحملات توعية للمقبلين على الزوات تساعدهم على تأسيس عائلة أكيد تكون سعيدة يعيش أفرادها في كنف التفاهم والاحترام الدام بريق تفزيون طبعا الكويت ذهب إلى يأخذ آراء الشارع الاستفتاء والاستطلاع لآراء الشارع الكويتي طبعا عده هذا الفريق تعنيف الزوجة من قبل من ارتضته رفيقا للعمر هو مشكلة اجتماعية تسبب شرخا في العلاقة الزوجية يسرع في بعض الحالات عملية قطع الرباط المقدس وحصول أبغذ الحلال عند الله أكيد لا ما لا داعي أصلا العنف ضد المرأة يعني مهما كان الشي مهما كان الأسلوب أحسن من العنف أن يكون لا أنا طبعا ضد العنف العسري لأنه رح يكون هذا له تأثير سلبي على الأطفال وعلى الأجيال الغادمة بس هناك لازم أن يكون في ثقافة بين الزوجين لازم أن تكون الحرمة أو المرأة الكويتية واعية بالظروف الاجتماعية يعني بالكويت يعني تحمل الضغط تحمل أن عادة الزوج دائما يكون برا البيت لازم يعني تغبل أن شون زوجها رح يعيش بعد المجتمع الكويتي لا طبعا ما مائدة يعني لأنه يعني هو رح يسبب أضرار جسدية ونفسية يعني حد الحرمة وهذا يعني رح يأثر عليها بالمستقبل يعني مشاكل يضرها العنف الوسري لا يولد من فراغ لذلك على الزوجين وضع العائلة على رأس قائمة أولوياتهما واحترام مكانة الطرف الآخر وتقديم التضحيات من دون حسابات والتحلي بالصبر لا فقدان الأعصاب وعدم جعل التهديد والوعيد والضرب الوسيلة السريعة لحل أي خلاف فإدارة الأسرة مهارة وفن أول شيء طبعا الأهل هم المسؤولين عن كل شيء لأنه في وايد ناس أنه ما يصير تشتكير على ريليش أو شيء فيخلون السالفة تكون يعني مستورة فبالعكس لا إذا واحدة قاعد تعرض حق العنف لازم يعني من البداية تروح تتكلم ما تضطر أنه تعيش معه وتيب عيال زيادة وتعيش معه تضطر لا هذا شيء غلط لأنه أصلا حتى إذا هو عنفها مكفى أن يكون أبو ما في أي سبب يوصل إلا الضرب التفاهم زين والسلوب الطيب والاحترام بمبيناتهم شيء جيد هذا خطأ أن الضرب يصير والعنف يصير العنف تجاه الزوجة مرفوض أخلاقيا واجتماعيا ودينيا باعتباره لغة الإنسان الضعيف الذي يعيش باستخدام منطق القوة للقوة دون الوجوء للتعقل والعقل الذي ميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات سانية الوسلتي تلفزيون دولة الكويت سانية الوسلتي تلفزيون دولة الكويت